النهاردة زيزو خرج مصاب من المباراة التواف الكيحة العرفنا من دكتور محمد وثماء انه غالباً هيلحق مباراة الأهل شاء الله يا رب ولو منون غالباً يعني النسبة الأكبر انه يلحق مباراة الأهل لو افترضنا واحد في المية انه ممكن ما يلحقش المباراة حجم تأثير غياب زيزو عبد الزمالك في أي مباراة كبير طبعاً مباراة الأهل تحديد آه كبير يعني خلينا أقولك ان انه زيزو العيب مؤثر جداً والعيب مهم جداً كان في وقت من الأوات كنت بتكلم على لعيبة معينة في نات الزمالك زي شكبالة في وقت من الأوات لما تسألت سؤال على شكبالة هو شكبالة هو نص فرقة نات الزمالك قلت له شكبالة فرقة الزمالك كلها في وقت من الأوات كان شكبالة هو الورقة الربحة لنات الزمالك كان بيكسب الزمالك في كل مباراة زيزو بقاله 3 سنين على فكرة هو الورقة الربحة لنات الزمالك في أفضل حالات وعلى فكرة اشتغل على نفسه وصل لمرحلة بقى هو دلوقتي اللي بيعمل فرق الناتزة مالك بشكل ببير جدا مع وجود كمان شيكبالة كمان لازم أذكره وكمان ليه بذكر شيكبالة مع سن شيكبالة وبشوف إن شيكبالة على فكرة محافظ على نفسه بشكل ببير جدا وبيقدي أداء جيد جدا 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 هو وزيزو قاصم مشترك على طول في مكسب ناتزة مالك وفروز ناتزة مالك في مباريات أجلب المباريات بشكل ببير لكن زيزو أعتقد لو غاب عن وراء أعتقد أنه يلحق إن شاء الله لأن أنا برضو بصق قوي قوي في الدكتور محمد أسامة دكتور هايل ودكتور محترم وحاجة مشرفة جدا جدا وشاطر قوي فأنا بشوف إن هو بدل أعلن تصريح دوت أعتقد إن زيزو يلحق بالماتش إن شاء الله لأن أنت في دعوة أمهمة جدا كريمة أنت حتى كمان بتكلم على ياسر مرايم أنا زعلت على ياسر كمان إن ياسر أنا كنت بطالب به من مدافعين اللي يبقى موجود في منطقة مصر يلعب مع فيتوريا يلعب أساسي أنا بحب النجوم دايما نكون لها والعباء الكبيرة نفسها تبقى موجودة في المباراة الكبيرة لازم تكون موجودة عشان تستمتع بالأداء عشان نزع نزع نزيزهم غا يغيب والنزع نزع نزيزهم غا يغيب بالظبط كده يدي الأوقت المهمة إن إحنا عايزين ده ماتش أهل وزمالك ده ماتش أهل وزمالك